خليل نذهب جنوبا ونروح لإحدى قرى محافظة الأقصر ونتابع هناك تسليم منزل لإحدى الأسر بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وترميمه مرة أخرى اسمي حسن صادق والله على باب الله كده أرزق يعني عمل وجري والله كانت الحياة عيفشة الأول بصراحة كانت الحياة يعني حياة يعني الواحد زي اللي قاعد في طراب الواحد كان ينام وفي الصبح يتوخم وطراب والعقارة بتمشي والبراس والقطت تنزل كده علينا بالطراب كانت الحياة عيفشة خالص 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 أروح عند الناس بالليلة وأروح أتوى الناس عند الناس الحلوة عند الناس الحلوة كده أروح أتوى الناس أقول يا رب كرمني بيزة كده عاوز أبقى نظيف زي الناس كده ومش عارفية الموم دعوة من الدعوات قبلت الحمد لله يعني جالوا أستاذ محمود والناس الحلوة كده يعني نشكر الحج يوسف ونشكر الناس الحلوة يعني اللي وقفت معنا طبعا جود فصوروا كده وأنا برضو مخدتش أني في بنا ولا أي حاجة كل ما يجي واحد مثلا يصوره يقول دخلو خلي سوك دخلو خلي سوك ما خطتش الأمل أني مثلا هعيش الحياة دي بس يعني كده بصراحة يعني كده يعني كده أنا عايش الحياة بصراحة مفيش تاني بصراحة اللي يجد في النظافة النظافة حلوة كده الواحد بنام في الصود بتاعه حلو يعني مفيش نهاتان مفيش مثلا طراب مفيش كده بنام منهم مريحة النظافة مفيش ما فيش طراب بينزل على البطاطين مفيش يعني والأحد بيستحمي بيقعد نظيف الحالة حلوة بالصالح عن النبي والله عملوا لي مطبخ وحمام وقطين وصالة وحديد حلو والأحد وخلطات وشغل بالصالح عن النبي وبان حلوة وشغل بمرض ربنا الأستاذ محمد عبد الجليل حاب يعمل معنا الصحة جوه والله العظيم خدمنا خدمة فزيعة والأستاذ عمر والأستاذ محمود يعني الناس دي كلها بالصالح عن النبي أي حد داخل في صناح الخير كله عزيخ بنبضمير بصراحة والله العظيم يعني نشكرهم معلف شكر برضو أني عملونا العمل الحلو ده بصراحة ده فوق ما تخيل بصراحة يعني حاجة حلوة بالصالح عن النبي بعد كده مفيش تاني يعني الناس اللي وارثة هنا وارثة في الحراج اعتبر البيوت دي مزيح بصراحة يعني يعني شغل تشديب عالمي كانت تعاني تقعد في الصبح تكنس وابص فيها خشمة تراب عبص فيها لقاء كلها تعفر تترابت تقوم من النوم تقوم من النوم معفرة يعني تكنس زي كده وتعفر أنا بص في منظرها منظرها ما يخيلش عليها بصراحة علقاء أقول لهم ساعة يسنانك من التراب قتليها عاملية سيقول لك الزبط ما ينفحش في ناس طيئة عندك قش مش عارفين المهم يا شيخ أنا كان تسعب عليها بصراحة أقول يا رب كرمنا يا رب كرمنا ببيت حلو يا رب كرمنا زين ما مروح في البيوت تبتاعت الناس كرمنا ربنا زين الدعوة برضو طلعت مجابة والله العظيم مجابة مجابة يعني كنا نخاف مثلا من نطرة يعني كنا نتهدد لما الجو غيم كده نقول يا رب استرع معنا ما تنطرش بالليل لح نروح وين وناجم من فين طبعا ما فيش حد بيحمل حد يعني مثلا بعياله وكده وما حدش عنده أكثر البطاطين غد حد يعني هو فرض مثلا هرنام عندك برضو ما حديناش من كنا يدينا بطانية واحدة يعني أحنا كلنا مثلا أربعة من كنا يدينا بطانية واحدة اللي عاوز يجي منو عاوز يدخلنا بيتو يعني الحمدلله والله كده الواحد أنا ببص بسحة من النوم بصراحة ببص زي كده بلجا نفسي في دنيا تاني والله واقسم بالله ما بدا يعني الكلام ده واقسم بالله وحياة أولادي بحس بدنيا تاني في الصبح غير ما غير الأول غير بكتير 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 جو 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 بصراحة يعني أنتوا عملتونا عملنا قصتونا والله العظيم رجعتونا أربع طاقل سنة لورا